سمحت الهيئة العام للزراعة والثروة السمكية بصيد الربيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر يناير من عام 2022 وحسب اعلان الهيئة سيتمكن اصحاب تراخص الجر الخلفي المرخص لهم بصيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية اعتبارا من شهر السبتمبر المقبل وذلك بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد